إذن نكمل الحرة الليلة من روسيا حيث أعلن لكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع كبار المسؤولين العسكريين المسؤولين عن الحرب على أوكرانيا وطلب منهم تقديم اقتراحات على المدين القصير والمتوسط هنا نسأل هل إن المحادثات روتينية وتهدف إلى تقييم سير الحرب أم إن الاجتماع يندرج ضمن مواجهة سلسلة من الانتكاسات العسكرية للجيش الروسي مؤخرا وكيف تنظر واشنطن إلى سير العمليات في أوكرانيا يبدو أن القيادة الروسية بدأت في دراسة وتعديل خططها بعد طول أمد حربها على أوكرانيا إذ أمضى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوما كاملا في مقر قيادة عمليات الحرب الدائرة في أوكرانيا والتقى القيادات العسكرية الميدانية على كل المحاور وخلال وجوده في مقر قيادة العمليات الحربية أعرب الرئيس الروسي عن استعداده لسماع كافة المقترحات حول إجراءات ما يطلق عليه بالعملية العسكرية الخاصة أيها الرفاق الضباط سنستمع اليوما للقادة العاملين في كل الاتجاهات العملياتية وأود الاستماع لمقترحاتكم بخصوص الإجراءات اللازمة خلال الفترة القريبة وعلى المدى المتوسط وكانت موسكو قد اختارت مؤخرا تكتيك الضربات المكثفة التي تستهدف شبكات الكهرباء ومنشآت الطاقة في أوكرانيا المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أوضح أن بوتين اطلع على عمل القيادة وعقد مؤتمرا مع القيادات العسكرية ثم اجتماعات منفصلة معها مشيرا إلى أنه أمضى يوما بأكمله في مقر قيادة القوات ولم يدل بيسكوف بمزيد من التفاصيل حول الزيارة التي تأتي في ظل اعتماد موسكو على الصواريخ والطائرات المسيرة في ضرب البنية التحتية الأوكرانية إذ تسببت تلك الضربات في انقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة من أوكرانيا وفي سياق متصل أعلن الكريملين عزم الرئيس الروسي زيارة بيلاروس الاثنين لإجراء محادثات مع نظيره وحليفه ألكسندر لوكاشينكو إذ تجمع البلدين اتفاقات تعاون جديدة عسكرية واقتصادية وتشكل بيلاروس قاعدة خلفية للقوات الروسية في هجومها على أوكرانيا إلا أن جيش بيلاروس لم يشارك حتى الآن في المعارك داخل الأراضي الأوكرانية وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يينس ستولتنبرغ قد صرح الجمعة أن روسيا تستعد لحرب طويلة في أوكرانيا مطالبا الحلفاء بمواصلة دعم كييف لكي يدرك بوتين أنه عاجز عن الفوز في المعركة نناقش ذلك مع ضيفينا عبر اسكاب من واشنطن الدبلوماسي الأمريكي السابق بول ساندرز ومن موسكو الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية الروسية بافيل فيلغين هاور أهلا ومرحبا بكم أبدأ معك سيد بافيل أن يمضي الرئيس يوما كاملا الرئيس الروسي يوما كاملا في مقر القوات المشاركة في العملية العسكرية إلى ماذا يشير ذلك هذا شيء منطقي فهو القائد الأعلى للقوات المسلح وقد اجتمع مع المسؤولين فهذه خدمات مشتركة عسكرية مشتركة والقيادة المشتركة لها العملية بكاملها ولا نعرف جغرافيا أين يقع هذا المكان ربما حدث في موسكو أو على الأقل في منطقة موسكو ولا نعرف إذا كان بوتين قد زاره سابقا ولكن هذه هي المرة الأولى التي أعلن فيها عن الزيارة فقد كان هناك رسميا ولهذا نسأل سيد فيلغين هاور أنها المرة الأولى بعد بدء هذه العمليات منذ عشرة أشهر تقريبا مع كل هذه التطورات الميدانية مع خسارة روسيا لبعض المناطق التي كانت سيطرت عليها لهذا نسأل هل الموضوع مرتبط بالمزيد من العمليات العسكرية أو هو مرتبط أيضا بالتقاقر الذي حصل للقوات الروسية أنا متأكد أنه اجتمع مع القادة العسكريين ويجتمع معهم بشكل منتظم ولكن هذه هي المرة الأولى التي أعلن فيها عن مثل هذا اللقاء الموقف حاليا متواسن فهناك جمود دموي على جبهة القتال وروسيا تحاول أن تتقدم والأوكرانيون لا يتقدمون على الإطلاق وهذه الحرب مشكلة كبيرة سياسيا داخل روسيا بصورة أساسية العملية كانت عملية دعاية وعلاقات عامة وتظهر أن بوتين مسيطر على الموقف وكل شيء يتحرك حسب الخطة وحتى لو لم يكن كذلك فهذه هي الصورة التي يود لكريملين أن يعرضها على المجتمع الروسي نعم سيد بول ساندرز كيف تنظر الولايات المتحدة إلى آخر التطورات الميدانية بما فيها من تكثيف القصف وتقول بعض المصادر الروسية الأوكرانية إنها أسقطت سبعين إن هناك سبعين صاروخ قام بقصف مناطق في أوكرانيا هناك عودة للقصف في كيف ولمنشآت البناء التحتية بالتأكيد الحكومة الأمريكية وبشكل سلبي ولم تخجل من الحديث عن هذا والإدارة وآخرين يرون مثل هذه الهجمات على البناء التحتية المدنية والأهداف المدنية تراها الإدارة على أنها جرائم حرب ولننحي جانبا الإدارة ونتحدث بشكل أوسع في واشنطن وفي أوساط خبراء السياسة الخارجية والسياسيين والإعلام أعتقد أنه كانت هناك أرأة سلبية تجاه هذه المسألة نعم يقول ضيفنا من موسكو إن ما قام به الرئيس الروسي هو بمثابة دعاية يريد أن يظهر الكريملان يريد أن يظهر بوتين بهذا الشكل الولايات المتحدة كيف تتلقى هكذا رسائل؟ أنا بالتأكيد أتفق مع السيد فولغين هاور أولا وكما أشار هو هذه هي المرة الأولى التي رحلة مشابهة من جانب بوتين إلى مركز القيادة أو إلى اجتماع موسع هكذا أعلن عنه للمرة الأولى وأنا متأكد أن الرئيس الروسي كان يجتمع بشكل منتظم مع كبار الجنرالات ويتواصل معهم وأيضا بطرق أخرى إذن حقيقة أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن عن مثل هذا الاجتماع من الواضح أن هذا جهد للبرهنة على المستوى المحلي أن سيد بوتين مسيطر على الوضع وأنا بالتأكيد أتفق مع هذا ولكن هناك نقطة أعام تتعلق بالإطار أو المحتوى هنا بالتأكيد القيادة الروسية كانت تأمل في الحصول على انتصار سريع في بداية النزاع ولكن أصبح واضحا أن القيادة الروسة لا يأملون أو يتوقعون نصرا سريعا الآن الاستراتيجية في الواقع حاليا يبدو أنها استراتيجية سياسية أكثر منها عسكرية من حيث أن روسيا تحتاج إلى تجنب الهزيمة بما فيه الكفاية لمحاولة كسر إرادة الغرب والولايات المتحدة وأتوقع من القادة الروس أنهم يأملون أن أمريكا والدعم الغربي الأوسع لأوكرانيا أن هذا الدعم سوف يتراجع أو يتقلص وهذا التطور بالتأكيد سيخفف من حدة القتال أو حدة المواجهة في ساحة القتال وهذا سيؤدي في النهاية إلى نجاحهم من وجهة نظر نعم أعود إليك مرة أخرى سيد بافل ونريد أن نتحدث عن هذا اللقاء مبدئيا فيما يتعلق بالشكل الخارجي قبل أن نناقش مضمونه أيضا هل هي رسالة أيضا يريد أن يظهر نفسه مسيطر لداخل الروسي وأنه يشارك القرارات مع القادة العسكريين وربما يتنصل من بعض المسؤوليات بوتين بالتأكيد هو المسيطر في روسيا لا يوجد أي شك وبصورة أساسية هذه الحرب أو هذه العملية العسكرية الخاصة كما توصف رسميا في روسيا هذه هي عبارة عن ابن بوتين هذه الحرب هي ابنة بوتين وهناك نصائح من جهات عديدة بما فيها جهات عسكرية التي أرسلت الجيش الروسي الآن وصلنا إلى موقف وهو يأمل ويعتقد أن هناك طريقة جيدة للخروج بمعنى استراتيجية خروج روسية والهجمات على شبكة الطاقة الأوكرانية وكما يفهم هو يجب أن ترغم هذه الهجمات الأوكرانيين على طلب وقف لإطلاق النار لأن روسيا الآن تريد وقفا لإطلاق النار وإطلاق فقف مستمر لإطلاق النار لتجميد النزاع حسب الأحوال العادية الآن هذا ما تريده روسيا وهي تستخدم القدرات المتوفرة لها قدرات بعيدة الأمد ربما أوكرانيا لديها مثل هذه القدرات ولكن أقل وروسيا تريد من الغرب أن يضغط على أوكرانيا كي يوافق على تجميد الموقف أو الوضع الحالي من حيث المضمون هو يتحدث عن خطط عسكرية على المدى القصير والمتوسط ماذا يعني ذلك؟ الخطط العسكرية تتمثل في انسحاب الجيش الروسي من الضفة اليمنى من نهر نيبرو وهناك ثلاثين ألف جندي كان من المفترض أن تنسحب ولكن هناك نهر عريض يفصل بين القوات الروسية والأوكرانية وبالتالي روسيا الآن لديها احتياطي وعندما تتجمد التربة في جنوب أوكرانيا هناك ثلوج في موسكو الآن ولكن ليس في أوكرانيا ولكن عندما تتجمد التربة ويحاول الأوكرانيون التدخل عميقا فروسيا ستقوم بهجوم مضاد وهذا بالإضافة إلى الهجمات الروسية في عمق أوكرانيا روسيا تأمل أن يرغم هذا أوكرانيا على القبول بوقف اطلاق النار وهذا يعني تجميد الوضع الحالي كما هو نعم نحاول إليك مرة أخرى السيد بول ساندرز وما قاله ضيفنا فيما يتعلق بقصف البناء التحتية قصف منشآت الطاقة في أوكرانيا هذا من أجل الضغط على كيف للقبول بوقف اطلاق النار الجانب الغربي جانب الولايات المتحدة أيضا إلى أين يتجهون في هذه المرحلة ونعود لما قاله الأمين العام ليحل في الناتو يقول أن موسكو تستعد لمواجهة طويلة الأمد وعلى دول الحلف مد كيف بالمزيد من الأسلحة هل هذا هو السيناريو المستمر في هذه المرحلة؟ أعتقد أن الحكومات الغربية أشارت إلى أنها تعتقد أن الأمر يعود إلى الأوكرانيين لاتخاذ القرار المتعلق بما هي أوكرانيا مستعدة لقبوله من ناحية التسوية إدارة بايدن قالت أن هدفها هو دعم أوكرانيا بما فيه الكفاية بحيث تستطيع أو بحيث تصبح في موقف قوي وفي النهاية تجري محادثات مع موسكو المشكلة هي أنه لا أوكرانيا ولا معظم الحكومات الغربية تقبل في الواقع حاليا فكرة أن أوكرانيا عليها أن تقدم تنازلات في موضوع الأرض ونتيجة لذلك فكرة وقف إطلاق نار في المكان هذه الفكرة لا تبدو جذابة لأوكرانيا ولا تبدو جذابة في عيون الولايات المتحدة والدول الأخرى التي دعمت أوكرانيا بالتأكيد هذا قد يتغير مع الوقت لو تغيرت الظروف في ساحة القتال ولكن حاليا أعتقد أن الولايات المتحدة وحلفائها يركزون على مساعدة أوكرانيا لصد هذه الهجمات على البناء التحتية المدنية والأهداف المدنية الأخرى ومحاولة تقوية إرادة الأوكرانيين وتقوية موقفهم وأيضا السماح للأوكرانيين بتجنب قبول وقف إطلاق النار في المكان في إطار ما تتحدث عنه سيد بول الولايات المتحدة هي في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على إرسال صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا هل يعول على مثل هكذا أسلحة بالفعل على أن تساهم وتساعد كيف على البقاء في الميدان بالتأكيد إنها أنظمة ذات كفاءة وقدرة لا يوجد أي شك ولكن الشيء الأقل وضوحا هو عدد الأنظمة التي ستقدم إلى أوكرانيا وعدد الصواريخ وأين ستنشر وما هي أولويات أوكرانيا فيما يتعلق باستخدام هذه الأنظمة يبدو واضحا أن هناك قدرات كبيرة يمكن أن تساعد أوكرانيا ولكن كيف تستخدم وما هو تأثيرها لا أعتقد أننا نعرف نعم يعني بعجالة أعود إليك سيد فيلغين هاورد وأسأل فيما يتعلق بهذه المواقف التي نشهدها من دعم لكييف بالمقابل الرئيس الروسي سوف يزور بلاروس وهناك حشد ودعم أيضا من قبل حلفائه له ما أهمية هذا التحرك روسيا أو بلاروسيا هي الحليف الوحيد تقريبا لروسيا في هذا النزاع وهناك دعم آخر من دول مثل الصين ولكن بصورة أساسية دعم يأتي من بلاروسيا بلاروسيا لم تقدم أراضي للغزو في بداية النزاع وبيلاروسيا جيشها غير منخرط وجيش بلاروسيا صغير حوالي 12 ألفا وفي النزاع الأوكراني هذا لا يمثل شيئا نعم وإذا أرادوا المزيد من القوات عليهم أن يحشدوا أكثر وأنا غير متأكد أن الرئيس بوتين يستطيع أن يرغم الرئيس البيلاروسي لبدء الحشد لأن هذا يزعزع من أراضي بلاروسيا نعم شكرا جزيلا لكم ضيفي الخبير في أشؤون السياسية والعسكرية الروسية بافيل بيلغين هاور شكرا لضيفنا من واشنطن دبلوماسي الأمريكي السابق بالساندرز شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم